تلقى سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوما الصحة ومفور العافية وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا لمعالي موفور الصحة والعافية